اهلا بكم السبسي قد اقترح في خطابه بمناسبة عيد المرأة سنة قانون يضمن المساواة في الارث بين الجنسين مع احترام ارادة الافراد الذين يختارون عدم المساواة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين الثلاثاء السابع عشر منذ الحجة 1439 هجرية الموافق لـ 28 أوت 2018 ميلادية بيان اساتذة جامعة الزيتونة ومشايخها نحن اساتذة جامعة الزيتونة وعلماءها ومشايخها تبعا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية التونسية بتاريخ 13 أوت 2018 المتضمن انكار المرجعية الدينية للدولة التونسية والمبادرة والمبادرة إلى اقتراح المساواة في الإرث قانونا مستندا إلى علوية الدستور ومدنية الدولة نرفض مالي أولا ما ورد على لسان رئيس الجمهورية من أن الدولة التونسية لا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن ثانيا المسلك الانتقاء في التعامل مع توطئة الدستور وفصوله ثالثا اعتبار الميراث شأنا بشريا لا علاقة للدين به رابعا ابطال القاعدة الشرعية في نظام الإرث بين الذكر والأنثى ونؤكد ما يده أولا وجوب المحافظة على المرجعية الإسلامية للدولة التونسية المكفولة في توطئة الدستور الفقرة الثالثة وفصوله الآتية الفصل الأول والفصل السادس والفصل تسعة وثلاثين والفصل أربع وسبعين والفصل ستة وسبعين والفصل مياه وخمسة واربعين والفصل مياه وستة واربعين ثانيا عدم تعارض متانية الدولة مع المرجعية الإسلامية وهوية الشعب التونسي المسلم ثالثا أن أحكام الإرث شرعية ثابتة بصريح القرآن الكريم والسنة النبوية وليست من وضع البشر قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما رابعا أن الدعاء المساواة المطلقة موجب لانخرام نظام الإرث الثابت بالنصوص القطعية ومؤد إلى فوات العدل وإلى تنازع أفراد الأسرة وتصدع كيانها قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونطالب به المحافظة على مقومات الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي ومقتضيات الدستور الالتزام باحترام المقدسات الإسلامية للشعب التونسي وفي مقدمتها القرآن العظيم تمكين المرأة من جميع حقوقها الشرعية والقانونية المهر والنفقة والإرث عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك تجريم الاعتداء على حقوق المرأة الشرعية في الميراث قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظ تونس وشعبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمناقشة هذا المنضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة تونس الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق والأستاذ بجامعة الزيتونة أرحب به كما ينضم إلينا عبر أقمار الصناعية مباشرة من تونس السيدة رادية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني المرأة التونسية أرحب بها أيضا وأستأدنك دكتور أن أبدأ مع الأستاذة رادية الجربي السيدة رادية الحديث الآن حول بعض الأمور التي رفضت من قبل أساذة جامعة الزيتونة بأن الإرث والذكر مثل حظ الأنثين يهدف لمصطحة المرأة استمعت مثلكم إلى بيان الصادر عن أساذة جامعة الزيتونة وهي قراءة تخصهم وليست قراءة واقع الاتفاق عليها من قبل رجال الدين في تونس خاصة وأن هناك أيضا قراءة ثانية لأيما التونسيون الذين يرون أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثين هي الحد الأدنى الذي أوسى به الله سبحانه وتعالى للمرأة في مجتمع نزل فيه القرآن كان لا يحترم المرأة ولا يعتبرها كائنا بل كان يأيد المرأة أو الفتيات هنا أحياء وكان يعتبر أن المرأة جزء من الإرث في بعض الأحيان وهي بتمكينها من نصف التاركة أو من نصف الميراث هو تكريم لها اليوم المعطيات كلها تبدلت وتغيرت ووضع المجتمع التونسي وغيرهم المجتمعات وتونس في نطاق محيطها الدولي ومحيطها الإقليمي وما تعيشه من تطور على مستوى الاقتصادي والاجتماعي ولكن أيضا الفكري يجعل من فقهائنا ومن رجال ديننا ومن سياسينا ينظرون إلى مثل هذه المسألة نظرة أخرى لا تختلفوا في اعتقادنا مع روح ديننا ومع تعليم ديننا السمحة ومع قيم الدين الإسلامي المبنية أساسا على العدل والعدالة والمساواة بين النساء والرجال وبين المسلمين والمسلمات نعم أرجو أن تبقى معي سيدة راضي الجربي أنقل الكلام لدكتور نور الدين دكتور نور الدين استمعت إلى ضيفتي تتحدث وتقول أن هذا الأمر يخص أساتذة أو فقهاء جامعة الزيتون هناك فقهاء آخرين يرون غير ذلك وهي ترى أن الدين الإسلامي هو دين العدل والمساواة وبالتالي تتبنى أن يتم مساواة المرأة بالرجل شكرا لكم تحية لك والضيفة الكريمة ولكل المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم موقف جامعة الزيتونة هو جزء من موقف غالبية الشعب التونسي وجمهور العلماء والأئمة والمتخصصين في هذا المجال وبعض الذين يقولون بأن هذا الموقف ليس موقفا إجماعيا أو أغلبيا ليس صحيحا ليس هناك إلى حد الآن شخص أو هيئة علمية أو مؤسسة رسمية صرحت بمساندتها لهذا التقرير ولمساندتها للمساواة التامة في الإرث كل الموقف معارض للتقرير ومعارض لمقترح المساواة المطلقة وهي مساواة غير عادلة وضيفتكم الكريمة تحدثت عن العدل والعدل هو أساس الدين والمساواة طريق إليه المساواة المطلقة التي يدعى إليها إنما هي على خلاف العدل وعلى خلاف منظومة الإرث في الإسلام وعلى خلاف الأحكام الشرعية القطعية فلو كان الأمر أسند إلى العلماء بمناقشة علمية موضوعية وبشراكة حقيقية وبمرجعية الزيتون التي هي مرجعية كل التونسيين لو أسند الأمر هذا إلى العلماء لما وقعنا في هذا الجدل الذي لا ينتج كثيرا مشكلة كثير من أبنائنا وشركائنا في تونس أنهم لا يتحدثون عن تخصص علمي ومرجعية زيتونية علمية شرعية هي علوم في الجامعات وجامعة الزيتون مؤسسة جامعية تتبع وزارة التعليم العالي وجمهور العلماء المسلمين عبر التاريخ وفي كل الأمة الإسلامية يعتبرون أحكام الإرث أحكام قطعية ما ثبت في قطعي القرآن وقطعي السنة إنما هي أحكام قطعية ولو قلنا بأن هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى ما ينبغي أن يؤدي إليه من تغيير أحكام الإرث لماذا لم يقع هذا طيلة 14 قرنا وفي كل الأمة الإسلامية لماذا وقع الآن بالذات بعد 14 قرنا أضف إلى ذلك أن هذا الأمر المتعلق بالتطور الاقتصادي لا علاقة له بالإرث المرأة إذا كسبت مالا واستثمرت عقارا هذا حقها وذمتها المالية كاملة غير منقوصة ولا يخضع ما كسبته من أموال لا يخضع إلى التركة وإلى المواريث ثم إن المواريث كما تعلمون مرتبطة بنظام الأسرة وبرئاسة العائلة ومرتبطة بنظام عادل هو أولا من الله تعالى عقيدة نؤمن به ونصدق به وهذا حق للمسلمين وأيضا هذا النظام نظام معقول المعنى به مصالح ومنطق هو الحفاظ على الأسرة والمال وعلى نفي وإبعاد النزاع المحتمل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى القسمة بنفسه ثم قال تلك حدود الله وقال آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم أحكام الإرث أحكام شرعية نعم تولها الله بنفسه سبحانه ولم يتركها لا للأنبياء ولا للحكام ولا لعامة الناس لحكمة بالغة نعم أساسا هي نفي النزاع داخل الأسرة وأيضا إذا مات الميت انتهت ملكيته فتضعف ملكيته إلى المالك الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى فيعيد الله توزيعه بما يضمن حقوق المرأة والرجل ضمن هذا النظام الشرعي المنطقي الإنساني الذي هو ضمن الأسرة المسلمة كوحدة اجتماعية وخلية إنسانية أساسية بهذه الحقوق الواجبات وعدل ومساواة معا نعم أرجو أن تبقى معي دكتور نور الدين الخادم أنقل الكلام إلى الأستاذة راضية الجري أستاذة راضية استمعت إلى الدكتور وهو يتحدث عن أنه هذه الأحكام أحكام قطعية وأوامر ربانية للمسلمين ولم يتم تغييرها طوال 14 قرن فما التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في تونس الذي يجعل المسلمين يغيرون أوامر الله المعذرة مع كامل احترامي لضيف وتحياتي له أعتقد أنه وقع في العديد من التناقضات لأن العدل مبني على المساواة ولا يمكن أن نتحدث عن لا مساواة ونعتبر ذلك من باب العدل ثم نتحدث عن لماذا لما تغير مسألة الإرث منذ 14 قرنا وهي مسألة دينية بحتة وفي نفس الوقت جمهور المسلمين غيروا في قاعدة مثلا قطع اليد السارق وفي مسألة الاسترقاق وفي مسألة الغلمان والجواري وغيرها من المسائل التي ذكرت في القرآن الكريم ومع ذلك لا نطبقها اليوم وبالتالي ما حصل اليوم لم يتضمن إلا هذه القاعدة المتعلقة بقسمة بالإرث باعتبار أن لها ارتباط بالمسائل الاقتصادية والمسائل الاقتصادية والمالية هي مرتبطة بالأساس بالثروة والثروة مرتبطة بالسلطة والنزاع مثل ما ذكره الأستاذ الخادمي هو صراع حول السلطة من يملك السلطة هو من يملك المال وللأسف ظلت العديد من المجتمعات الإسلامية تنظر المرأة وتعطي المرأة منزلة دونية وتنظر لها أقل من مواطنة باعتبار أن ليس لها من المال الكافي وكانت حتى إلى تاريخ يومنا هذا حتى في تونس نفسه تحرمها من الميرات مثل ما نص عليه شرع الله في النص الديني ولم نرى من جمهور المسلمين ومن جمهور العلماء ومن من ذكرهم الأستاذ الخادمي من ثار ضد هؤلاء هؤلاء الذين يحرمون النساء من حقهم في الإرض ولم نرى أيضا منهم من ثار ضد هؤلاء الذين يفتكون أموال النساء ويستثرون على حساب النساء ولا يساهمون ولو بفلس واحد فيما تملكه الأسرة وهو من سواعد النساء أحيانا والفتيات القاصرات حين آخر ومع ذلك اليوم عندما نتحدث عن أن الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية وما تعيش المرأة من مساهمة كبيرة وكبيرة جدا وأحيانا على عاتقها فقد تقوم الأسرة بأكملها نراهم يتذكرون وأن الآية الكريمة التي تنص على ويقرؤونها على أنها قطعية ولا يمكن المساس بها هي فعلا آية قطعية ولكنها قطعية في قراءتها وليس هناك مانع في الاجتهاد في تطبيقها لأنه مثلما اجتهدنا في تطبيق حد القصاص وحد قطع اليد وغيرها من المسائل التي كانت إلى تاريخ غير بعيد هي مسائل قطعية أصبحنا ننظر إليها نظرة أخرى اليوم حان أيضا الوقت أعتقد في تونس لإعادة النظر في مسألة المواريث فضلا على أن تونس هي دولة مدنية ما يقوله أستاذ الخادمي هو قول محترم في جانب كبير منه ولكن هذا تفسير ديني ونحن نتحدث عن دولة مدنية يحكمها دستور وتحكمها قوانين وضعية وضعها المشرع ووضعها الشعب التونسي وهو قيم أو هي المبادئ التي ترتكز عليها الدولة المدنية التي تتأسس بالأساس على قول المجتمع أي رأي الناس والاحتكام إلى النصوص القانونية وإلى تطبيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات مساواة تامة بينهم إلى جانب عدم الخلط بين الدين والسياسة واعتبار أن الدولة هي الملجأ الوحيدة التي يعود إليها المواطنين لمعالجة مشاكلهم وليس إلى أي مؤسسة أخرى نعم أرجو أن تبقي معي سيدة رادية أنقل الكلام لدكتور نور الدين الخادم دكتور بلي سؤالان لكن أبدأ بسؤال بآخر ما قالته سيدة رادية الجربي هو الدستور في تونس حسب كلامها دستور دولة مدنية وأيضا هناك حديث عن الهوية هوية إسلامية كيف يكون هذا في الدستور وهناك حديث ولغط وثغرات حول موضوع الإرث شكرا مرة أخرى وأحيي ضيفة بالتحية نفسها من أن ما ورد في كلامه أيضا فيه بعض التناقض وإذا حييتوا بتحية فحيوا بأحسن منها فيما يتعلق بالدولة المدنية الدولة المدنية في الفصل الثاني من دستور تونس جاءت بثلاث معالم المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون وجاءت كذلك في موضع آخر من أن الدولة المدنية هي التي تؤدى فيها السياسة بالتداول السلمي والتداول الديمقراطي على السلطة وهذه المعالم إنما هي موجودة في تونس ومارسها الشعب التونسي المسلم ولا تتعارض هذه المدنية مع الإسلام لأن الفصل الأول في دستور تونس ينص على الإسلام والفصل الثاني ينص على مدنية الدولة والفصل الأول والثاني كلاهما بمعنى واحد وقيل لنا في مجلس التأسيس لما وضعوا الدستور كاد النواب أن يضعوا هذين الفصلين ضمن فصل واحد لاتحاد المعنى واتحاد الماهية ولكنهم آثروا التفريق بين الفصلين لرمزية الفصل الأول الذي ينص على الإسلام باعتباره فصلا واردا في دستور تسعة وخمسين فأحبه أن يكون واردا كذلك في دستور ألفين واربعتاش جمعا بين الاستقلال التونسي والثورة التونسية والفصل الأول والثاني نص فيهما أن لا يمكن أو لا يجوز تغييرهما لأنهما يتلازمان في الحقيقة الدستورية معنى ذلك أن تونس هي دولة مسلمة ومدنية مدنية بمعنى أنها فيها المواطنة وهي الحقوق والواجبات وأن انتماء الشعب التونسي إلى تونس إنما هو على أساس الحقوق والواجبات على الصيفة المواطنية والوطنية وليس على أساس عرقي أو ديني أو جنسي أو ما شابه ذلك كما أن هذه المدنية في تونس هي بعلوية القانون معنى ذلك أن الدستور لابد أن يكون في رأس القوانين والدستور ينص على الإسلام في فصله الأول وينص على الإسلام في فصول أخرى كثيرة وفي التوطئة التي جاء فيها تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي في تمسكه بالإسلام كما أن المعيار الآخر المتعلق بإرادة الشعب وهو معيار آخر في الدولة المدنية التونسية معنى ذلك أن الشعب له إرادة والشعب التونسي المسلم في أغلبه حوالي 99% مسلمون هؤلاء إرادتهم إنما هي الإسلام في نظام الإرث وفي نظام الأسرة والدليل على ذلك هو الواقع الجديد التي عشناها الأيام الأخيرة منذ خطاب السيد الرئيس سنة 2017 عندما اعترض الشعب التونسي في أغلبه من الشمال إلى الجنوب بالعلماء والأيمة والجمعيات والنساء والرجال اعترضوا على تغيير أحكام الإرث لأن أحكام الإرث أحكام إسلامية شرعية وضيفتكم الكريمة ذكرت عبارة قالت بأن الآية قطعية في قراءتها أقول لها مع احترامي لشخصها هذه الآية قطعية في ورودها وقطعية في دلالتها من الذي يقول بالقطع في الورود أي الثبوت والقطع في الدلالة والمعنى هي المرجعية العلمية الموضوعية بمعيار عالمي أكاديمي ولذلك قلنا لشركائنا في الوطن عندما اختلفنا في مسائل دينية هم يقولون بأن الدين يقول كذا ونحن نقول بأن الدين يقول كذا قلنا لهم تعالوا إلى كلمة سواء لنحتكم إلى المرجعية العلمية الدينية بمعيار المتعرف عنه كما نعود في مسألة دستورية أو طبية إلى العلماء وإلى المرجعيات في ذلك نعم دكتور نوردين الخدمي السؤالي ولذلك تفضل تفضل دكتور والدولة المدنية كذلك إنما هي نظم تختلف باختلاف السياقات والمرجعيات ليس هناك دولة مدنية بوصف واحد كل الدول المدنية إنما هي مدنية في نظامها في الديمقراطية في التداول السلمي على السلطة في الحكم المحلي لكن هذه المدنية في النظام السياسي وفي التداول السلمي وفي الشراكة الشعبية تستند إلى خلفية سياسية وإلى سياق فلسفة وشفاعي دكتور وهنا سؤال دكتور فنحن دولة مدنية نعم وهذا سؤال يعني الضيفة الكريمة قالت مثالا وقالت إنه يعني مثلا أحكام وحدود السرقة يعني تم التغاضي عنها وتخفيفها لأنه سرق يزجا أحيانا والبعض يقول إنه يعني موضوع الإرث بصلحة الناس والناس يرون أن المساواة هي الأفضل يعني ما ردكم على هذا الكلام مصلحة الإرث مصلحة حددها المولى سبحانه وتعالى لننطلق من هذا الأمر نحن مسلمون به أم غير مسلمين ليس معنى هذا أن هذا الحكم ليس معللا بمصالح وعلل وحكم ليس معنى هذا أن هذا الحكم لا ينظر فيه بالاجتهاد والنظر والتأويل والتفسير وإنما يقع ذلك ضمن ما يعرف في الإسلام بالثابت الذي لا يتغير بناء على معطيات شرعية وأدلة واستقراء ومرجعية معرفية مقررة في كل علم من العلوم وبناء على ما هو يتغير بالتغير الزمان والمكان والحال آيات المواريد في صورة النساء هذه آيات قطعية منذ نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن وكل المسلمين في العالم عربا وعجما يقولون بهذه القطعية في الورود والثبوت وفي الدلالة والمعنى شكرا دكتور بقي هناك في الفهم وفي التنزيل لا أختم فقط لما دمت أنك طرحت مساءة التي طرحتها الأخت الكريمة الضيفة فيما يتعلق بقطع اليد والاسترقاق والغلمان والجواري هذه مسائل هي لابد من إجراء البحث فيها والجواب عنها من رأي شامل موضوعي وليس بمجرد نتفن هكذا التساق هنا وهناك النظام الغلمان والنظام الاسترقاق هذا أمر عرفي وجده الإسلام قبل مجيئه فعمل الإسلام على استبعاده وإلغائه بطريقة إجرائية وتوعوية وفلسفية اعتمدت نظام التدرج لاعتبار ذلك مرتبطا بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية نعم دكتور واعتمد في ذلك الحافز الإيماني واعتمد في ذلك المستند الحقوقي والإنسان حر ولا ينبغي أن يكون رقيقا ومسألة تطبيقات بعض الأحكام هذه تعود إلى ما ذكره العلماء من تحقيق المناط أي التحقق من قابلية الحكم للواقع وإذا كان الواقع لا يقبل أي حكم من الأحكام فلابد من النظر والبحث وهذه مشكلة بعض زملائنا وشركائنا أن الموضوع الديني والقضية المعرفية الشخصية المرجعية ليست مستوعة بالقدر الكافي ولذلك أختم بهذا ندعو إلى كلمة سواء ونحن يدنا مفتوحة مع كل شركائنا في البلاد وجامعة الزيتون جامعة إصلاحية زيتونية وطنية لها مرجعية دينية ومرجعية دستورية ومرجعية وطنية أستعدينك أنقل كلام للأستاذة رضيا الجربي أستاذة رضيا أنا نقلت سؤالك هذه المرة لضيف السؤال لك وهو لماذا لا يتم الحوار والنقاش في إطار المصلحة وفي إطار أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين وأمر قطعي لا يمكن أبدا تغييره هو الأستاذ المحترم الأستاذ الخادمي أجاب بلساني لأنه ما قاله هناك تدرج فيما يتعلق بالحريات قال الإنسان ولد حرا والمبدأ هو الحرية وبالتالي فإن هناك في مسألة الحرية تدرج أيضا في مسألة المساواة والمساواة الاقتصادية لما لا يقبل التدرج هذا أولا ثانيا يقول وأن في كامل دول الإسلامية جمهور المسلمين اختاروا اللامساواة وهذا غير صحيح لأن الدولة التركيا هي دولة إسلامية وشعبها مسلم ومع ذلك فيها المساواة التامة بين النساء والرجال المسألة اقتصادية كما قال وكما ذكر هي مسألة اقتصادية بالأساس اليوم الوضع الاقتصادي للنساء تغير في تونس وتغير في العديد من الدول ولذلك نرى وأن الدولة التونسية أولا هي دولة مدنية بحتة ترتكز على القوانين والقوانين الوضعية النص الديني ربما يختلف فيه الفقهاء في تفسيره في أسباب النزول بالنسبة لبعض آياته لا غير ذلك وهذه مسألة لا أفقوا فيها كثيرا وأفهم الأستاذ الخادمي وغيره لأن هذا مجال تدخله أنا مواطنة تونسية أحتكم إلى القوانين أنتمي إلى دولة مدنية يحكمها دستور والدستور كما ذكر الأستاذ الخادمي وأعلى سلطة وأعلى درجة والسلم في القوانين التونسية وعليه فني أنظروا إلى هذه المسألة من نظرة مدنية بحتة وأخشى ما أخشى أنه في ذل التقدم الذي تعيشه كل الدول وفي نطاق انفتاح الأمم بعضها على بعض أن تحت غطاء ديني أو تحت قراءة دينية معينة لنصوص دينية وربما لتشريع ساغوه رجال في فترة ما لا ينطبق اليوم على وضعنا الحالي نمس من حقوق النساء ونمس من الحقوق الإنسانية للإنسان ونمس من المواطنة وعليه فإن أعتقد أن هذه المبادرة هي ليست هي مبادرة أولا ثم فيها مجال للاختيار وإنها أحسن ربما مقترحا قدمة في تونس المعاصرة من أجل تكريس مطالب الشعب التونسي نحو الحرية والإنعطاق سيدة رادية الجربي أشكرك نظرا لضيق الوقت وأن هذا الحوار ممتد وهذا النقاش ممتد وممتد أيضا في تونس سيدة رادية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني المرأة التونسية أشكرك شكرا جزيلا أيضا أعتذر من الدكتور نور الدين الخدمي وأشكره على وجوده معنا شكرا جزيلا الدكتور نور الدين الخدمي وزير الشؤون الدين السابق في تونس شكرا لك مشاهدين بهذا تنتهي المسايا نشكركم على طيب المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله في مسايا جديدة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته